زي ما حضركم عارفين ان خلاص النهاردة يوم الاثنين يعني خلاص ايام قليلة تفصل النادي الاهلي عام مباراة السوفر امام نادي الزمالك يوم الجمعة قادم الساعة 8 في ملعب بورج العرب في الاسكندرية لكن قدر دايما النادي الاهلي نوى يكون تحت ضغوطات تركيز كبير جدا وتركيز شديد جدا من لعبي النادي الاهلي بعد العودة من رحلة سفر طويلة جدا وبعد العودة ايضا من مباراة في دور الاثنين وثلاثين في دوري ابطال افريقيا وفوز مهم طبعا ما شفناش المباراة لكن كلنا من نتيجة المباراة حتى لو كان الخصم مش قوي لكن بعد رحلة سفر طويلة اربع ساعات لأديس ابابا وبعدها اتناشر ساعة الى غينيا فما فيش ارهاق بسم الله ما شاء الله الجهاز الفن دايما في الوقت القصير اللي اشتغل فيه اللي كان موجود فيه تعامل بدنيا كويس جدا مع الفريق من اول يوم وصلوا فيه فريق نادي الاهلي وتمرينهم في فندق الاقامة ولعبوهم المباراة ونفوز اتنين صفر خارج ملعبه ما هو ده نادي الاهلي دايما نادي الاهلي دايما ما عودنا افريقيا يفوز برا وجوه نادي الاهلي عمره ما كان بيفوز فقط في ملعبه وبرا ملعبه يكون عنده مشكلة نادي الاهلي نادي كبير جدا ودايما بيفوز برا وجوه هو ده نادي الاهلي الافريق اللي احنا متعاودين عليه عندنا ثقة كبيرة جدا ويقيم في مستر ريني فايلر انه هو يرجع لنا الاهلي اللي دايما بيفوز برا وجوه برا زي ما حضرتكم شفتوا اللي وصلنا لي من تربع على العرش في القرى الافريقية في بطولة دوريا الابطال وحلمنا بالفوز بالبطولة والتأهل الى كأس العالم للاندين لكن ان شاء الله مسم 2019-2020 ووجود مدير فني من مدرسة لأول مرة يكون موجودة مع النادي الاهلي ان شاء الله يكون مشاكل حلم ويقدر يحقق لكل الاهلوية حلمهم الاكبر لكن زه هرجع تاني للقدر القدر دايما بيكون بيلعب دوره مع النادي الاهلي القدر دايما مع النادي الاهلي بيكون صعب جدا انضغوطات مطشط صعبة بطولات تخرج من بطولة تخش في بطولة وهو ده حال النادي الاهلي وحال كل من يرتدي تيشرت النادي الاهلي وحال من يدير منظومة النادي الاهلي سواء في الادارة الخاصة بمجلس الادارة او الادارة في الفرق كلها بشكل عام الفرق الرياضية علشان كده بقول لحضراتكم انه خلاص ما فيش وقت النادي الاهلي بيعود من غنية امبارح بيتمرن النهاردة الفريق كله علشان يستعد المباراة قوي جدا يوم الجمعة القادم مباراة جديدة في بطولة جديدة نستعد الموسم جديد بعد قرعة وبعد تحديد ايضا مواعيد المباريات الخاصة بالنادي الاهلي واو المباراة ان شاء الله هتكون امام نادي سموحة على ملعب برج العرب بطولة السوبر بفيش شك انها بطولة مهمة نضيف ليل بطولة السوبر مباراة نادي الزمالك وكالعادة دايما مباراة اهلي وزمالك هي بطولة من طبع خاص جمهور النادي الاهلي بيتمنى ويستعد هذا اللي احنا دايما متعودين عليه ان احنا نفتتح البطولة او نفتتح بطولة الدوري بلقب السوبر لقب السوبر يا سلام بقى لو من الغريم أو من المنافس التقليدي لمنادي الأهلي ونادي الزمالك تبقى حاجة يعني أكيد حاجة تفرح كل الأهلوية لكن كلنا دايما مركزين على تيم النادي الأهلي عارفين أن يفارين النادي الأهلي كله عندنا فيه ثقة عندنا يقين أنه يقدر يحقق لقب البطولة اللي هتكون دافع مهم دافع الحاكتين دافع لبطولة الدوري المصري الممتاز ودافع أيضا في مباراة العودة في دوري أبطال أفريقيا محدش يقولي إحنا كسب ما تنصف في خلاص نرمي بطولة أفريقيا على جنب ونركز في السوفر بس هقولي حالك لا إحنا بنركز في السوفر وبنركز في أفريقيا وبنركز في الدوري العام طلب بطولات كلهم ليهم علاقة بعض كلهم بيعطوا دافع إلى الأمام كلهم عايزين النادي الأهلي فيهم يشتغل بشكل قوي زي ما احنا هنتابع معكم الأخبار علشان نادي الأهلي زي ما احنا متعودين ما بنفرحش ما عندناش وقت للفرحة بنخرج من فرحة نركز في المباراة اللي بعديها علشان نفرح 24 ساعة علشان نخش في مباراة دوري الفرحة في النادي الأهلي لا تدوم الفرحة في النادي الأهلي دايما مرتبطة بأحداث ومرتبطة ببطولات دايما قدر البطل كده إن أنت تكون قافل على نفسك إن أنت تكون مركز إن أنت تكون عندك برنامج بتمشي عليه مش ماشي بشكل عشوائي أنت مش نادي صغير عشان تمشي بشكل عشوائي أو مش نادي لسه جديد متعود أو مش متعود على الأضواء والشهر اللي موجودة فعلشان كده دايما بيكون عندك مسئوليات بيكون عندك يعني خطة وستم وبرنامج تمشي عليه هترجع من أفريقيا عندك سوبر هتخلص سوبر تخش على الدوري هتخرج من الدوري أورع الدوري أبطال أفريقيا دور المجموعات هتلعب مع ثلاث فرق تانين بتفكر في دور التمانية هتفكر في دور الأربعة هتفكر في نهاية البطولة الأفريقية عندك أحداث دايما مرتبطة ببعضها علشان كده بنقوله جمهور النادل آلي كله لا يتفرج على الموتش إن شاء الله واللي يكون موجود في الإستاد دايما الكلام الطبيعي اللي أنا هقوله واللي كابتن إسلام هيقوله واللي بشمان سعاد للسيد إبراهيم ينيسا هيقوله واللي محمد سعيد والأمير والسيد الكابتن ميدو كلنا عندنا نفس الكلام وكلنا عندنا نفس الأحداث وكلنا عندنا نفس المسئوليات جمهور النادل آلي إن شاء الله كلنا وراء فرقتنا كلنا دايما في ظاهرنا في ظاهر بعض نشجع بعض مفيش خلوج عن النص الناس اللي يكون موجودة في الملعب إن شاء الله مفيش خلوج عن النص نركز مع فريقنا بس عايزين إن شاء الله يكون بداية محترمة لعودة الجمهور يعني علشان نكمل بقى نكمل من 5000 ل 10 000 ل 20 000 بنشكر طبعا الدولة المصرية بنشكر كل القائمين في اتحاد المصر كرة القدم على إصرارهم على إقامة المباراة بجمهور طبعا في الأول كان فيه طموح عالي أنه يكون 20 و 20 يعني 40 ألف متفرج لكن 10 000 متفرج في مباراة أهلي وزمالك بقالنا سنين طويلة جدا المباراة ما تتلعبش أبدا بجمهور وكان السوبر على طول بيتلعب برا مصر بيتلعب في الإمارات سواء كان فيه اقتراحات يتلعب في السعودية لكن دايما كان السوبر المصر بين الأهلي والزمالك حتى الأهلي والمصري اللي نادل أهلي لعبوا أخيرا وفاز به في دولة الإمارات كان أيضا خارج مصر لكن كان بوجود جمهور والجمهور هو روح كرة القدم فما تحرموناش من وجودكم بعد كده ما تحرموناش أن تكونوا موجودين علشان كرة القدم معمولة للجمهور الجمهور هو اللاعب رقم واحد مش 12 فيه بلعبة كرة القدم القرى تلعب للجمهور أبدا ما ينفعش يكون مصرح خالي من المشاهدين علشان هم الوقود الحقيقي للاعبة كرة القدم علشان كده تاني جمهور النادي الأهلي والزمالك أيضا اللي موجودين نتمنى عدم الخروج عن النص نتمنى دايما الوقوف وراء فريقك أي أن كان أهلي أو زمالك زمالك أو أهلي كلنا إن شاء الله عندنا نفس الشعور هو أن كل واحد يشجع فريق كل واحد يتمنى أن فريق يفوز طبعا نتمنى توفيق للفريقين نتمنى أن المباراة تخرج بشكل محترم نتمنى أن المباراة تخرج بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية بعد ما أكيد شوفنا تنظيم كبير لبطولة كأس الأمم الأفريقية فإحنا نتمنى أن نحن العالم اللي بيتابع المباراة من كل حد يبقى عارف أن مصر وجماهير الأهلي والزمالك خادرين على إخراج أي مباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية علشان عندنا بطولة دوري نتمنىها تكون بجمهور نتمنى بطولة دوري أبطال أفريقيا يكون أيضا بجمهور علشان الجمهور يعود مجددا إلى الملاعب المصرية ويزينها كده عشان بيبقى كئيبة مبرامة لاش أي طعم ولا ليها أي رحة ولا ليها أي نوع من أنواع الإثار